هنبدأ حلقتنا النهاردة مع حضراتكم بالحدث اللي بيحصل دلوقتي حالا وبيتابعوا عدد كبير جدا بيتابعوا ملايين من الناس حول العالم بالإضافة للناس اللي جات عشان تحضروا حدث تاريخي بيعبر عن أصالة وروقي الحضارة المصرية العظيمة الظاهرة دي هي تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبو سنبل وده بيحصل مرتين في السنة 22 أكتوبر و22 فبراير هذا الحدث بيجذب آلاف السياح من كل حتة في العالم اللي بيجوا مخصوص عشان يشوفوا هذه المعجزة الفلكية المصرين القدماء قدروا أن هما يحسبوا بدقة إزاي الشمس بتختارق المعبد وتصل لقدس الأقداس وتضيء وجه رمسيس في نفس التوقيت من كل عام طبعا عقرية هندسية بتشهد على عظمة حضرتنا القديمة يعني من شوية معبد أبو سنبل كان في حالة من النشاط الكبير جدا نتكلم تقريبا من قبل الفجر وفي أفواك سياحية كتير قوي بدأوا بالفعل أن هما يتوافدوا من كل مكان قبل الاحتفال بالحدث وكلهم متحمسين أنهم يشوفوا هذه الظاهرة الفريدة صور والقطات كتير اتخذت للسياح وهم بيوصقوا هذه اللحظة بيستمتعوا بجمال المعبد وبيحتفلوا بعظمة الحضارة المصرية المشهد زي ما بيقولوا كان مشهد مهيب السياح من كل مكان كانوا بيصوروا كل حاجة مش بس الظاهرة لكن كمان المعبد والجمال الطبيعي اللي حواليه طبعا الكل كان مستني لحظة تعامد الشمس على وجه رمسيس التاني وهي بالفعل بتحصل دلوقتي في خلال ما احنا بنقدم لحضراتكم المشهد على الشاشة طبعا ما يؤكد كمان عظمة المصري القديم بانه زي ما حضرتكم شايفين في قدس الأقداس تمثال ملك رمسيس التاني جالس بجواره تمثال اله راع حور أخته والإلهة أمون وتمثال رابع للإله بتاح ولا تتعامد الشمس يعني تتعامد على وجههم كلهم إلا الإله بتاح ليه لأنه هو ده إله الظلام عند القدماء المصريين اللي زاد الحدث كمان جمال هو الاستعدادات الكبيرة اللي عملتها أسوان هناك المحافظة كانت مستعدة بشكل كبير جدا في الاستقبال للسياح في مطار أبو سيمبل ووزعوا عليهم بقى هدايا فرعونية زي ورق البردي والهدايا التسكرية وكمان المنطقة كلها كانت جاهزة للاحتفال ما فيه شك كانت الاستعدادات على أعلى مستوى الأشجار مزينة عربات الجلف جاهزة لنقل كبار السن وزاوية الاحتياجات الخاصة عشان يقدروا يوصلوا داخل المعبد بسهولة ويشوفوا هذا الحدث التاريخي كمان كان فيه شرح وافي للزوار عن هذه الظاهرة مش بس من الناحية الفلكية لكن كمان عن قصة بناء المعبد وإعادة اكتشاف ومرة أخرى في العصر الحديث سنة 1913 بعد ما كان مدفون تحت الرمال لقرون طويلة جدا اللي بيخلي الظاهرة دي مميزة هو إنها مش بتحصل كده في أي يوم السنة لأ فيه فكرة وراء اليومين اللي بيتعامد فيها الشمس على قدس الأقداس وهم في الحقيقة القدامة المصريين قدروا أنهم يحسبوها بدقة شديدة يومين مهمين جدا أول يوم هو 22 أكتوبر واللي بيرتبط بموسم الحصاد و22 فبراير واللي بيشير لاحتفال رمسيس التاني أو بتتويجه على العرش عبقرية حقيقية ومشهد النهاردة كان بيجمع ما بين الماضي الساحر والحاضر المبهر اللي لسه أجدادنا لغاية النهاردة بيعايشونا فيه وفخورين جدا بكل الإنجازات اللي هم عملوها من 7000 سنة لحد النهاردة المصريين القدماء مش بس كانوا عبقرة في الهندسة والفلك لكن كمان الحضارة بتاعتهم لسه لغاية النهاردة بتأثر فينا مش احنا بس العالم كله اشتركوا في القناة